ما بين دول في العالم ككل ويجدنا لنا جد متعرجات ما بين الدول في أوروبا في أكثر من دولة في آسيا لكن بالنسبة في أفريقيا وفي الوطن العربي بالمصطرة بالمصطرة يعني أن تخذ من هنا إلى هنا وخذ من الشعب وأن تخذ السودان هذه فرنسا وهذه إسبانيا ولذلك تعرضت أفريقيا طبعا قبلها قبل الاستعمار الإمبريالي الأوروبي كانت ممالك ومشايخ وإفريقيا يعني كمجتمعات مجتمعات بدائية ما جاءت الثورات اللي حصلت في أوروبا سواء كانت الثورة الثقافية أو الصناعية وكده ما جاء الاستعمار جاء على أساس كان الاستراتيجية أنه ينعم بالخيرات اللي موجودة والأياد العامل الموجودة من أيوة من متطلبات الثورة الصناعية في أوروبا في الخامات الموجودة هنا والأياد العامل وانت عارف عن التاريخ كله مشوه بالاسترقاق وكذا فيه فيبقى دا دليل على أن القارة الأفريقية بها خيرات وفيها موارد طبيعية غنية جدا إلى الآن لم يعني تستخشف بما يتيح لشعوبنا تستفيد منها فبيبقى في جانب الاستراتيجي